طيب خلينا بس نبقى متأكدين من حاجة انه عدنا لجنة مكلفة برفع تقرير للسيد رئيس الوزراء عن عودة الجماهير الى ملاعب كرة القدم انما ده تقرير يقول الجماهير ترجع او ما ترجعش مش ان الجماهير هترجع بعد الانتخابات وسبق وقلت وبعود مرة اخرى وواكد يعني ايه تعود الجماهير ايه تعود وانت المستعدين لعودة الجماهير يا راجل ده ده فيه استاد واحد في مصر هو اللي مواصفاته طبقا لمواصفات الاتحاد الدولي الكرة القدم يعني قل لي الفصل حكاية تقولك الجمهور يرجع الجمهور حاجة والالتراس حاجة والفهم الخاطئ والمغلوط والمتعمد في القلط ما بينه الجمهور والالتراس ده يعني فهم مخرب لان الجمهور حاجة والالتراس حاجة الجمهور ده بيروح بشكل تلقائي وفردي للستاند الالتراس ده بيروح بشكل جماعي ومنظم ومتعمد ومخطط يبقى ده جمهور ده اسمه الالتراس الجمهور حاجة تاني طيب انت عندك دلوقتي اي ثقة من اي نوع انه لما تفتح استاد الالتراس ما يجوش بكل بقى عنفوانهم وبكل قدراتهم النازية والفاشية على التنظيم انت كامن ما تقوليش اصلي بلعب يا سيدي ايوه الملعب جوه مماش في امن امن نظابي يعني شرطة انما الشرطة في كل ارحاء الدنيا في الشوارع المحيطة بالكل استاداة وروحنا محادش بقى يقعد يهجص على المصريين في كل الدنيا شرطة وحصنة وبتاع حوالي الاستاداة اعظى جيب استاد اي برشلونة استاد ريال مدريد اي استاد فيه لابد من الشرطة النظامية التابعة للوزارة الداخلية تنظيم الدخول ده موضوع تاني لكن قل لي هنا كان فيه دراسة قدمها والله يعني الاستاذ عمرو وهبي قدمها في اتحاد الكورة بعد ازمة برسعيد عن المعايير المطلوبة والواجبة والمحددة في اللوائح الدولية للاستادات القرى التي تستقبله جماهير لما تغير الدراسة ديها ممتعة للغاية يعني ومصاحبة كمان برسوم وتفصيلية تجد نفسك امام اسئلة مهمة للغاية هل هذا وطن احترم مثل هذه اللوائح؟ يعني لما يجي نتكلم عن اي استاد واجه اتكلم عن يقولك انه البوابات تبقى قادرة على مؤمنة وقوية وتتحمل الضغط ويمكن فتحها واغلاقها بسرعة في عندك كده؟ لما يكلمك عن الكاميرات عندك كاميرات مصاحبة لكل الملعب وفي كل زوايا الملعب ومع الدخول للجماهير عندك صور لا يزيد ارتفاعه او لا يقل ارتفاعه على اتنين ونص متر يفصل ما بين الملعب للارض النجيلة وبين المدرج لكن بحسابات دقيقة جدا لا علاقة بانه لو كان ازاز ما يكسرش لو كان حديد ما يوصبش طيب عندك بوابات طوارئ شوف بس الفرق طول الوقت بين لما بنتكلم هنا على جمهور نزل الملعب جمهور بره دي يعني جمهور الخارج شاف ايه حكاية جمهور بره دي يا جماعة طيب حتى لما انت بيحصل حالة من حالات ها دي الدخول والخروج ده الخروج المنظم لانك عملك انا السؤال هنا بوضوح هل يا جماعة حصل اي تجربة في اي استاد مصري للاخلاء يعني عملنا جمهور موجود وبنعمل تجربة ازاي هنخلي نتيجة وجود ازمة او نتيجة حدس او تهديد او هل عملنا اي تجربة اخلاء هل احنا عندنا بوابات الالكترونية كاشفها للمعادن كاشفها للمعادن وكاشفها للاسلحة هل انت تقدر في مصر هنا يحصل حظر لدخول اللافتات والشماريخ هل انت تستطيع تقدر تعمل ده في مصر هل تقدر تنازل الناس من العسور دولة هل اساسهم اطلعوا عسور ليه هل عندك بوابات كافية هل عندك بوابات كافية للدخول ولا انت بيبقى عندك الاستاد فيه خمستاشر بوابات وفتح بوابتين بس او فتح البوابات اللي على شارع بعينه فكل الناس تتكدس في شارع واحد بيبقى بالالاف طب يا سيدي هنا فيه وراء في الشارع دي ولكن لأ على الشام بس نمشيهم من هنا طريقة عجائبية غرائبية تؤدي الى التكدس والى الاقتصاز والى العنف فضلا بقى على انت عندك شرطة تفتشك بمنتهى الفضازة والسخافة والعصبية وعندك جمهور متعصي على اي مرأبة متعصي على اي تفتيش وغضوب وعصبي وعايز تتخلق مع الشرطة ده كمان بقى اي امور دنيا عادية خالص وتلاقي الترس بيخش يعلالك لوحات في قلب النادي الاهلي يعني يتهكم فيها او يهاجم فيها ادارة الاهلي يجي يقولك ضرورة عودة الجماهير للملاعب بينما في مطش طايرة ناشئين يضربوا بعض الجبور نفسه لك عودة الالترس يطلع في المدرجاء يسبوا الاندية الاخرى او الجماهير الاخرى ما يقولك عودة المدرجة عودة المدرجات ايه ويا السلام وحشنا الجمهور ما حشناش خالص جمهور ايه وحشنا جمهور جايه يتوحش جمهور جايه علشان يملأ دخان ونر جمهور جايه علشان يشتم ده مش جمهور ده الترس عشان يشتم ويسب ويلعن جمهور جايه علشان يهين لعيمة في الملعب او الخصم او المنافس انت بقى عندك اي وسيلة من اي نوع لمنع ده ساعتك في استادات الكرة لو انت استقبلتهم بعد الانتخابات البرلمانية هل عندك اي شيء ولكن عندك بوابات الالكترونية حقيقية صحيحة سليمة تقدر تدعى وعندك بقى بوابات الالكترونية دي يعني عندك خمسة وعشرين بوابة بتدخل عشرين الف في نصف ده احنا في اي استاد اوروبي يعني قبل الماتش بربع ساعة بتدخل تقعد تقعد في المكانة مش محتاجة هي صعب لها باربع خمس ساعات والناس بقى ايه وزبط وعمدة ماشيين بقى ولوقات متضايقين قوي وعرقانين ومسكين تكووكي وحصية وناس متوترة جدا وعصبية ايه ده ماتش يا جماعة انا جاينا هر جاينا نسقف وننبسط وبتاع لا يعني احنا قصاد مشهد في عزة في عزة الاتهامات بالارهاب او خفل الارهاب في اوروبا وازاي بيقدر يدير بدون توطره عصبية وبكل نظام ممكن وبعين انت ايش ضمنك بقى ان الجماعة الارهابية زي ما دخلت فندق وزي ما حطت قنبلة في طيارة تجمع جماهير زي ده ما يبقاش في اهل الشر يفكروا يعملوا في حاجة طب ده هل ده معناه ان احنا نفضل طول وقت قصر اهل الشر لاسعتك ده معناه ان كنت تبقى منظم وتعمل شغلك وتأمن استادك الاستاد بتاعك واتدخل الجمهور بطريقة صحة ويبقى في كاميرات وفي متابعة وفي بوابات الكترونية وفي بوابات كتير ويبقى في مداخل الاستاد من كل جوانبه بيش تجي تخلق الناس في مكان واحد بيجيب انت لواءات وزباط علشان ينظموا الدخول وهم ما يهمش دعوة ايش عرفهم هما كلامتك يعني ايش عرف واحد اه اه في الشرطة ايه مهمته في دخول الجمهور ايش عرفهم ده ده علم تاني خالص وتدريب تاني خالص دربت وعلمت وعرفت خدت الناس وودتها استادات في اوروبا ولا وودتها ولا ايش عشان بدل الصفر والحياة جبت لهم فيديوهات تعريفية فتحت لهم اليوتيوب تقريهم ازاي الدخول والخروج وين المطلوب قرتهم حتى الدراسة بتاعت عام الواهبي نفستوا اي حاجة اي شيء علشان يبقى استجابة للاتحاد الدولي ويبقى الامان المصريين يعني لا لا حتى ماتش برج العرب الاخير بتاع مصر وتشات برضو البوابا كلها معمول بوابتين تلاتة بس في شرع الواحده بس فيبقى التكدس بس احنا طول الوقت ازا كنا عايزين نشتغل بشكل علمي ومعايير حقيقية المعايير موجودة بالشكل وننفذها بقى ننفذها انما التكال على الله طيب كلنا متوكلون على الله وانا التوكل على الله فهو حزبه لكن التواكل والفهلاوة والفكاكة وبإذن الله تبقى خير ولا مرة طلعت خير ولا مرة موت مفيش حد في الدنيا تعرض بلد في الدنيا المزبحتين لهم علاقة بكورة قدم ناس راح تفرج على كورة كورة راح تهرج يعني يموتوا في سنتين وربعة فانتو عايزين تكرار المهزلة دي ليه انتو مش مستعدين انتو مش مستعدين خالص ولا حد فيكم مستعد لا دخلها مستعدة ولا استادات مستعدة ولا تحتك لها مستعد ولا فيه اي معايير من اللي احنا بنقولها دي متوفرة يبقى مفيش حسبها جمهور يرجع للاستادات ابدا الان لما تجهزوا ساعدتك بترجعوا جمهور لما مش هرجع جمهور وفي كل مطش يبقى دين على قلبنا ان مصيبة هتحصل لانه مفيش ولا اي حاجة تمنع ان المصيبة تحصل نلتقي بعض الفاصل بإذن الله اشتركوا في القناة